اشتركوا في القناة اخرى وناخذ استقلالية اقتصادية كل هذا المحاور اليوم رح نناقشها مع ضيفي من بغداد عضو تيار الحكمة السيد ياسر اللامي اهلا وسهلا بك استاذ ياسر اهلا وسهلا حياك الله حياك الله خلينا نبدل يوم من الاسماء اللي انطرحت اليوم الى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية هذه مصادر كلها اليوم مجدتي واسماء موجودة منها عبدالغني الاسدي الى وزارة الداخلية واسماء على ما يبدو جيدة والامور تمام حتى الى وزارة التربية اللهم وزارة العدل اللي هي بين الاكراد وهذا خلافنا عرفة لحد الان ماكوا اسماء يعني معقولا انتهت هذه المشكلة وفعلا بالجلسات القادمة يوم 23 واللي بعدها رح ينتي هذا الموضوع يعني احنا البعض يقول لك بما انه خلصنا من مشكلة فالح الفياض والاعتراضات اللي عليه المفروض يصوتون على احدى هذه الاسماء وتنتهي الامور شنو المعطيات اللي عندك انته بداية تحية لك ولمتابعيكم الكرام كل ما يخص المشهد السياسي العراقي حقيقة شهد في الاسابيع القليلة المنصرمة تبدل في الاراء والمواقف وابداء نوع من المرونة السياسية والركون الى الحوار والجلوس في طاولة واحدة لحلحلة المشكلة التي ما زالت متعقدة لحد هذه اللحظة مع اعلامنا ودرايتنا به بان الموضوع ماضي نحو التسوية وانهاء هذا الملف ولكن ما زالت هنا وهناك تبرز بعض المعوقات والمشاكل في سبيل انجاز هذه المسألة كل ما يطرح من اسماء حقيقة هذه الاسماء لم تحسن منها اي منها وقد تكون غير هذه الاسماء التي طرحت المفاوضات ما زالت مستمرة ما بين الكتلتين الكبيرتين والشروط التي تم التوافق عليها في بداية تشكيل الحكومة الان ارجعت الى الواقع والكتل التي لم تلتزم بها التزمت بها وقدمت نوع من انواع المرونة في اتخاذ القرار واستبعدت السيدة الفياضة الذي كان الحجرة الاساس في تمضية مرشح وزارة الداخلية وكان مؤثر بشكل كبير على مرشحي الوزارات الاخرى كالدفاع والتربية الان الامور حقيقة ماضية نحو الحل ولكن هذا الحل قد يستغلق يعني يحتاج الى بعض اسابيع بس استاذ ياسر عفوا يعني احنا صار انه استاذ ياسر عفوا يعني احنا صار انه يمكن ثلاثة او اربعة شهر ده نسمع انه احنا ماضين بالحل وكذا انا ده اسألك انت كعضو تيار الحكمة اليوم من تلاف النصر مثلا على سبيل المثال قالوا يابا احنا يعني بعض النواب قالوا احنا تهمشنا احنا نفتح وسائرون هما قاعدين ذي التفقون واحنا ما ندري بالقضية شنو يعني انتو كتيار الحكمة يبدو ما عدكم يعني اغلب اللي اجونا من تيار الحكمة ما عدهم معلومات تفصيلية عن هذا الموضوع وعن المرشحين واسماء هذه او غير اسماء او كذا يعني انتو هل تشعرون بالغبن هل تشعرون بالتهميش بما انه فقط تحالفين ومحصورة بيناتهم هذا الموضوع ام الامور عادية بالنسبة لكم فيما يتعلق بالاجتماعات الدائرة ما بين سائرون والفتح سائرون هو ممثل تحالف الاصلاح في هذه الاجتماعات سائرون كل ما يدور في تلك المفاوضات يعلم الكتل الاخرى المنظوية في تحالف الاصلاح اولا باول ويستشيرهم والامر الذي يحتاج الى قرار نهائي سوف يتخذه الاصلاح بجميع كتلها المنظوية فيه وما اجتماع الهيئة السياسية الذي حدث يوم 18-3 لتحالف الاصلاح قد تطرق في احد المحاور الاساسية على ضرورة اكمال الكابينة الوزارية وجرى مناقشة مستفيضة لهذا الملف والمراحل التي وصلت اليها المفاوضات مع الفتح والبناء بشكل عام الامور لا يمكن ان تنفرد بها كتلة دون كتلة اخرى لكن الامور ماضية باسلوب وتمثيلي اكثر نحن في الحكمة نمارس دورا كبير في هذه المفاوضات وفي تقريب وجهات النظر مع شركان الاخرين في تحالف الاصلاح كل ذلك نهدف الى ايجاد بيئة سياسية حقيقية يمكن من خلالها ان يجتمع الجميع وان يتفق الجميع على المضي باستكمال هذا الملف كل ما يمكن ان يتحدث عنه هناك غبن داخل تحالف الاصلاح للكتل المنظوية فيه يعني من قبل تحالف سائرون او نقلب المعادلة الى ان هناك في تحالف البناء كتل قد تقول بان الفتح قد استفرد بالقرار هذه القراءات لا صح لها لا يمكن ان تحصل على الواقع السياسي باعتبار ان تلك الكتل المضوية في هذه التحالفات الكبيرة لها ممثلين في مجلس النواب وبدون اخذ رأيها وبدون التشاور معها سوف لا تصوت على المرشحين الذي يتم التوافق عليهم ما بين السائرون والفتح الحاصلاء على اكبر المقاعد فبالتالي مضي المسألة بهذه القراءة غير صحيح والغاية منها حقيقة هو ارباك المشهد السياسي اكثر باكثر بس استاذ ياسر اني اكون صريح وياك اليوم المواطن العراقي حقيقة يعني دي يقول لك يا با واحنا ندري بالمشهد معقد ولحد الان ماكو اي اتفاقات بين القوى وهذه بنسمعها بالاعلام شكل مستمر يعني لكن اليوم المواطن العراقي دي يقول لك بانه هم ديردون يطولون بالشغلة حتى لا اكو عادة اعمار ويستفيد من هو مستفيد والفاسد كل ما تتأخر تشكيلة الكابينة الوزارية هو مستفاد اكثر واكثر فبالتالي هذه يعني فدمس رحية حتى لا تصير حل الموضوع واليوم المواطن طالع بالشارع وحضرتك تعرف يعني بالبصرة روح قابلنا ناس ببابل قابلنا ناس في الموصل هذا وضعهم وهذا رأيهم ودي يشوفون بانه يعني الموضوع كله يعني دي اخر ودي اخر ودي اخر بالنسبة لهم وبالاخير المواطن طالع بلا شيء يعني هذا المواطن انت شو نتجاوب عليه نعم انا اؤيد ما ذهبت الي بان التأخير هو شيء سلبي وليس ايجابي وكلما تأخر استكمال الكابينة الوزارية كلما تأخر انجاز البرنامج الحكومي كلما اتيح مجال للفاسدين متنفذين في بعض الوزارات يستفيدون من الفراغ الموجود في اعلى سلطة في هذه الوزارة وبالتالي هذا الموضوع شيء سلبي والجميع رافض لهذا الامر ولكن هنا مسألة يجب ان ننتبه اليها ما هي الشخصات التي سوف تستأذر هذه الوزارات نحن في الحكمة وفي الاصلاح لدينا خطوط عريضة عامة هي ان يكون المرشحين لهذه الوزارات مستقلين ان يكون المرشحين لهذه الوزارات يملكون من الخبر والدراية في الامور الفنية التي تخص العمل الخاص بسواء كانت وزارة الداخلية وزارة الدفاع من التربية من العدل ما يؤهل هذه الشخصية ان تنهب بهذه الوزارة وفق الرؤية التي رسمها البرنامج الحكومي لا يمكن ان يأتي شخصية الآن في الوقت الحاضر ويقول بان سوف استلم على سبيل المثال وزارة الداخلية وسوف اعمل كذا كذا وهو خارج رؤية البرنامج الحكومي يجب ان يكون هذه الرؤية والشخص الذي تزدل له هذه المسؤولية شخصية تنسجم رؤيته مع البرنامج الحكومي وان يتعهد امام ممثلي الشعب بانه سوف ينفذ الرؤية التي تم الاعلان عنها بشكل رسمي امام ممثلي الشعب البرلمان محق في مطالبه المواطن عفوا محق في مطالبه ونحن ندعم هذه المطالب ولكن تعلم بان الامور لا يمكن ان تمضي دون وجود توافق سياسي اذا امتنع طرف كبير في المعادلة عن المضي وفق استحقاقات تم التوافق عليها في البداية فبالطبع سوف الامور سوف تتعقد وتتوقف عند حد معين وهذا لا نرضاه نحن ونحاول وخصوصا نحن في الحكمة نحاول ان ندعم اي حلول ممكن ان تخرج المسألة المعقدة الى مساحة واسعة من الحلول وجلوس الى طاولة واحدة وتجاوز العقبات شيئا نسى شيئا زين لكن استاذ ياسر احنا تدري بالمثاليات من نحتي يعني نعرف الشون نحتي لكن المشكلة اليوم احنا عدنا حكومة فوق الاثمانة الشهر لحد الان لم يتشكلها يعني هذا ماكوش بلد بالعالم وكو قضية اهم من هذه يعني مع هذه الاطالة مع هذه السجالات وكذا اليوم بدت تطلع عندك امور جديدة يعني النائب كاظم الصيادة هو معروف بتصريحاته وكذا طلع اليوم قال العملية السياسية فاشلة هي بقيادة احزابها وكذا واحنا لازم نقرأ البيان رقم واحد هذا والحل الوحيد والمشكلة انه سيد اياد علاوي ايضا تقريبا قبل اربع خمس ايام وافق تقريبا بالرأي قال العملية السياسية رادلها تغيير جذري والتغيير الجذري يجي بالانتخابات لكن احنا انتخابات يعني بدنا نفشل بها مدى نقدم انتخابات فبدت تطلع اصوات بهذه النوعية وبهذه الطريقة يعني انت في رأيك من تطلع هيش اصوات ومن تشوف علم اقليم البصرة يرفوع ومن يبدي داعش يرجع بهذه الطريقة بالله عليك هذا شنسمي نجاح فشل شنسمي انت فيما يخص يعني ان نحكم على التجربة التي هي تعتبر تجربة فتية لمدة 15 عام هل هي فاشلة ام ناجحة هذه الحكومة لا يتوقف على معيار واحد العملية السياسية تخرج من اصل ديمقراطي هو الانتخابات المواطن فاعل اساسي ومركزي في هذه المعادلة السياسية اعطي مثال الان المعادلة السياسية تختلف عن المعادلة السياسية التي كانت عام 2010 عام 2014 المفاعل السياسية الان تختلف عن المفاعل السياسية التي كانت مؤثرة في 2014 هناك نجد ان هناك تطور في العملية السياسية نحتاج الى تهذيب هذه العملية نحتاج الى ترويض هذه العملية الحكم بفشلها بشكل مطلق ولرجعنا الى اعلان بيان رقم واحد والاحكام العرفية والى العسكر هذا اسلوب عسكري بوليسي لا ينسج مع اخلاق الشعب العراقي الان الشعب العراقي هو شعب ديمقراطي يختار بحريته كيف نرجعه الى زمن ديكتاتورية وبيان رقم واحد والدخول به الى مآزقة تؤدي لا تناحي يعني كاظم الصيادة يستخدم حصانته كاظم الصيادة يستخدم حصانته هو من ديحتيه الشكل بهذه الطريقة كنائب النواب حرين في ابداء آراهم سواء كانت هذه الآراء تنسجم مع رؤية سياسية عامة للبلد او لا تنسجم مع رؤية سياسية بالعموم هو يمثل مجموعة من الناس صوتت له وعطته اصواته ولكن هذا الكلام بمجمله لا يمكن ان نأخذه على محملة جدية ونقول بان العملية فاشلة لان نائب من النواب الشعب ادعى ذلك لا الرأي محترم ونحترمه ونقدم له كل الاحترام ولكن هذا الرأي معرض الى المناقشة لبيان ما هي اسباب الفشل وما هي اسباب النجاح لهذه العملية السياسية زيان لكن استاذ ياسر اقول لك ياها بصراحة يعني احنا اليوم عندنا هواية امور متعلقة بالفساد واوراق ووثاق ده تنعرض بالاعلام يا اخي برنامج من بغداد اللي هو ده يعرض على قناة التغيير شم من ورقة وشم من وثيقة عرضت متعلقة بالفساد وغيرها من البرامج الموجودة بالقنوات الفضائية الاخرى بالاوراق وبالثبوتات وبالاسماء وبالمناصب وبالتواريخ ده يقول لك هذا فاسد وهذا كذا وهذا المشروع وهمي وغيرها وكذا وتفاصيل كثيرة فالمواطن يسأل يقول اشو هادا تنعرض بالتلفزيون وما حد يسوي شيء يعني احنا شون احنا بهالطريقة هادا نحارب الفساد مو هاين عرضت بعد صارت على العيان خلاص صارت واضحة يا سيدي الكريم يعني مثل هذه الامور مش تتوقع يعني طبعا اكيد يطلع لك هذا مصياد يحكي لك بهذه الطريقة او سيد اياد علاوي او اي شخص او اي مواطن طبيعي نعم الاجابة على هذا التسال يحتاج الى ان نوضح مفهومة الاول هو هذه الاوراق التي تقدم القضاء والقانون العراقي يشترط هذه الاوراق ان تقدم الى الجهات المختصة الجهة المختصة الان ان في سواء كان اذا كان الامر يتعلق في وزارة مشروع في وزارة يقدم الى هيئة النزاهة وهيئة النزاهة بعد انتهاء التحقيقات تقوم بارسالها المحكم وياخذ الطريق الطبيعي رسمه القانون قد تكون هذه الورقة المقدمة وورقة غير صحيحة قد يكون هذا الامر الذي قدهم ودعينا له ما يثبت من ادلة بان هذا الامر غير صحيح تم تنبيذ المشروع بشكل كامل هذا الامر يحتاج الى تحقيق لا يمكن ان نحكم عليه من ورقة واحدة وتعلمون ويعلموا الرأي العام بان القضاء لا يمكن ان يحكم بمجرد وجود ورقة واحدة بل يتخذ كافة التدابير التي من شأنها ان تزيد الى هذا اللبس والغموض الذي قد يكتنف العيون بوجود واقعة قد تكون لا وجود لها من الاصل لكن استاذ ياسر اكثر من شخص عفوا يعني حتى نتناقش بهذا الموضوع هذه الاوراق خلنا نتناقش بهذا الموضوع لانه اكو شخصيات كثيرة طلعت يقول يا ابا هذه ترى الاوراق يعني حقيقة نايمة هذه مقدمة من زمان ويدرون بيها كل الزين لكن ماكو اي تصرف وما ندري شنو خشية خوف تأخر عدم تدقيق كذا مقدمة هذه الامور واحنا بالاعلام دا نقول لكم يا ابا ترى واع 2-3 وهي مقدمة من زمان هذه هي المصيبة الاكبر يعني يا استاذ ياسر نعم لا يخفى ان هناك ملفات فساد وهناك اوراق ما زالت مركونة في الرفوف ولم يتخذ اجراءات قانونية سواء في هيئات مختصة بمكافحة ظاهرة الفساد سواء في وجود ثغرات قانونية تدعم الفاس الداخل المؤسسة الحكومية واعلى سلطة تنفيذية الان في الجلسة الاولى لفصل التشريع الثانية الدكتور عادل عبد المهدي اعلن عن وجود شبهات فساد وفساد في 40 ملف حددها بشكل عام وكل ملف من هذا الملف يتفرع الى عدد من الملفات وبالتالي لا يمكن ان ننكر بان هناك فساد هناك ظاهرة لاستخدام اسلوب استخدام تلك الملفات وسائل ضغط سياسية حقيقة هذه الملفات قد تكون في بعض الاحيان وسائل ضغط سياسية حسب المثال الان الحزب سين يملك ملفات ضد وزير معين في الحكومة ضد محافظ ضد عضو في مجلس النواب فبالتالي اذا ما اراد هذا العضو او هذا الوزار ان تمضي بامور تخالف وجهة نظر الحزب السياسي سيلوح بالملف فساد وسيلوح بتقديمه الى القضاء العراقي واتخاذ التدابر بشأنه ولكن مع ظل هذه السلبية الكبيرة الموجودة ولكن هيئة النزاهة يعني تعلن على دوام وبيمروا اللويان بان هناك احكام قضايا صدرت بحق وزراء سابقين بحق مدراء عامين بحق شخصيات رفيعة في المستوى في السلطة التنفيذية لكن ما احد اتعقب استاذ ياسر استاذ ياسر ما احد اتعقب لحد الان وما احد اتقدم من الفاسدين هذه يعني هيها المصيبة نعم نعم المشكلة حقيقة تكمن يعني في تفاصيلها في الاحكام التي تنطوع لها لالفاسدين تعلم حضرتك بان المادة القانونية التي تعاقب المفسد او من يعمل في دوار الدولة سواء كان مدير وزير ايا كانت صفته الوظيفية اذا ما اهدر المال العام عقوبتها تتراوح ما بين ثلاث سنوات الى سنة فبالتالي هذه العقوبة قد يعني يمضيها بشكل سلس وما نهبه من اموال يذهب الى جيبه الى خارج الحدود العراقية نحتاج الى قانون صارم حقيقة تشريع صارم يحرمه من كثير من المزايا والامتيازات التي تعطى له ويلوح بعقوبة قوية قد تصل الى الحكم المؤبد والحكم لمدة عشرين سنة حتى اذا ما وسوست له نفسها ان تمتد الى المال الحرام ان يفكر الف مرة قبل ان يتخذ هذا العمل بوجودها قانون حقيقة وبهذا كذا عقوبة انا اعتقدها عقوبة لا تضر الفاسد كثيرا ان يجلس في السجن ونعلم بان السجن العراقية من يحاكم فيها سيكون معزز مكرم يأكل افضل الاكلات يتصل باهله على التوام يعني اكو تقصد في استاذ ياسر اكو تعمد وتقصد في عملية عدم انه وضع قانون فعلا يردع الفاسدين اليوم لان يقولك خليها هالشكل اذا لقف واحد من عندنا هي سنة ثلاث سنوات ونطلع من عندها اكو تقصد بالموضوع حقيقة هذا القانون ليس اليوم يعني موضوح يعني حتى لا نجلد الذات كثيرا هذا القانون ليس موضوع اليوم هذا قانون عقوبة العراقية منذ عام تسعة وستين ولحد الان ما زال مفعول على رغم نوجد بعض التعديلات اليوم الوظيفة الاولى من وظائف المجلس الاعلان من كافحة الفساد هو يعالة النظر في القوانين العقابية والذهاب نحو ايجاد تشريعات جديدة تردع الفاصل وفق اساليب متطورة غير الاساليب الكلاسيكية الان المتبعة فيها العراق حقيقة كل ما يتبع من اجراءات لمكافحة الفساد هي اساليب روتينية بيروقراطية كتابنا وكتابكم وقد تطيل الامر الى سنوات عدة لم نصل لحد هذه اللحظة الى اساليب سريعة يعني الفاسد يقدم خلال اسابيع قليلة الى المحكمة وينال جزاءه العادل لكن الان نجد بان هناك ملفات مفتوحة وبشكل فعلي وحقيقي منذ عام 2010 ولم يزد الستار عليها ولم ينتهي التحقيق بها بسبب البيروقراطية عفوا البيروقراطية الكبيرة الموجودة في المؤسسة العراقية الجانب الآخر الذي يجب ان نركز عليه ان الادعاء العام هذه الاوراق التي تطرح ارجع الى سؤالك هذه الاوراق التي تطرح في وسائل الاعلام او الشبهات التي تطرح من قبل نواب مسؤولين في الدولة بمجرد الاعلان عن هذه الظاهرة ان يقول فلان بان هناك فساد في دارة معينة هنا يأتي دور الادعاء العام الادعاء العام العراقي ليس له دور كبير في مكافحة ظاهرة الفساد وينبغي ان يأخذ دوره بشكل طبيعي لو يأخذ هذه المعلومات على محمل الجد ويحقق فيها ويقدم ما يتوصي اليه من تحقيق ومجلس مكافحة الفساد استاذ ياسر ومجلس مكافحة الفساد يعني ليش مثلا ما ينظر بيها يعني بما انه احنا كل شي شكلنا لهي اليوم يعني مجلس مكافحة الفساد شغلت على الفساد ليش ما ينظر بهيش امور مثلا بالرجوع الى الامر الديواني مجلس مكافحة الفساد يعني الكثير يتصور بان مجلس مكافحة الفساد هو مجلس يملك سلطة تنفيذية وهو مجلس على لا حقيقة مجلس مكافحة الفساد هو مجلس تنظيمي ينظم عمل الجهات الرقابية ويتخذ القرار الخاص بمكافحة الفساد قرارا بالاجماع بسبب وجود هذا المجلس التمثيل فيه مختصر على الجهات القضائية للدعاء العام هيئات النزاها مكاتل المفتشين العموميين وهذا المجلس تأتي لها القوة بان اعلى سلطة تنفيذية موجودة في الدولة ممثلة برئيس الوزراء هو الرئيس الاول وهو المتابع المباشر الاول مرحلة الاخراني مجلس مكافحة الفساد عليه ان ينظم العمال التي تناطب مكافحة ظاهرة الفساد ايجاد بدائل قانونية لمكافحة هذه الظاهرة فهذا عمله لا يملك سلطة تنفيذة لا يمكن لمجلس مكافحة الفساد ان يتخذ قرار باعتقال فلان من الاشخاص حقيقة نسمع في يعني هال 72 ساعة الماضية بان هناك قوائم سوف تصدر من قبل مجلس مكافحة الفساد لاعتقال شخصيات هذه الامور حقيقة لا صحة لها باعتقال مجلس مكافحة الفساد ليس له سلطة قضائية لرفع تلك الملفات كل ما عليه عندما اذا وجد مجلس مكافحة الفساد ظاهر فساد في دوار معين ان يوجه الدوار المختصة في رفع هذه التحقيقات الى الهيئة القضاية لتتخذ الاجراءات القانونية بحقا لكن استاذ ياسر خليني اكون صريح وياك اليوم اكثر يعني بصراحة دكتور حيدر العبادي فيما مضى كان يقول رح نتخذ يعني على الفيسبوك نشرها قال رح نتخذ اجراءات سريعة وسنفاجئ الفاسدين وكذا وطلع كل شي ماكو بالاخير يعني واليوم هذه التصريحات نسمع بيها صح او خطأ مستمرة ورح ينقبض على فلان ورح ينقبض وبالتالي ماكو اي نتيجة انا سؤال اليوم اليوم المواطن باختصار وخلي واسمح لي احكي بصوت المواطن اليوم اللي يكتبونا تعليقات كثيرة حقيقة يقول لك يا با ماكو اي جرأة ولا رح نتجر انه نجع على فاسد كبير فقط هذول اللي هم على مستويات مساعد مدير مدير او كذا هذي ممكن انه يلزم على قضية قضيتين اللي يببالك واللي يببال المواطن العراقي الآن واللي دا يتفرج علينا ما رح تشوفه انت خلف القضبان او يحاسب كمجرم او كفاسد او كذا هل فعلا احنا يعني الى هذه الدرجة ما عندنا جرأة هل صحيح توقع المواطن بين احنا اليوم كحكومة عراقية جديدة بقيادة الدكتور عادل عبد المهدي العنصر الاهم في هذا السؤال هو عنصر الادانة السلطات القضائية عندما تبحث في ملف من فلفات الفساد تحتاج الى ايجاد عنصر للادانة كل ما يجري من عمليات فساد يخرج عن الهدر بالمال العام قليل هناك دعاوة للهدر بالمال العام هناك موضوع الكومشينات اي ان العقيد في وزارة معينة الاستيراد المعين يجب ان يمضي وفق صفقة تخرج خارج الاطار المؤسساتي الحكومي الاجراءات الحكومية ماضية وفق القوانين ولكن الكومشينات الكبيرة التي تأخذ خارج المؤسسات الحكومية قد تكون ليلا في المطاعم وغيرها السلطات الرقابية حقيقة ينتهي عملها الساعة الثالثة عصرا ولا ينتهي عملها الساعة الثانية عشرة ليلا لا يعطيها القانون الحق المتابعة والمراقبة لمن هم في مواقع المسئولية وتتعامل وفق الأوراق الرسمية الأوراق الرسمية أنا أقول لك بأن الأوراق الرسمية أوراق صحيحة وهناك القليل من الأوراق التي تدين بعض الشخصيات ولكن أنا أتكلم عن كومشينات كبيرة هي التي تعتبر هي الملف الفساد الأول يجب أن نفعل القانون الذي تكلم عنه البرلمان كثيرا لكن استاذ ياسر طيب بس إحنا أفسد من أين لك هذه الأموال عفوا استاذ ياسر إحنا اليوم يعني تقريبا المواطن العراقي يعتقد بأنه إحنا أفسد بلد بالعالم واليوناني اليوم يعتبر نفسه بأنه اليونان هي أفسد بلد بالعالم فإحنا واليونان يعني معتبرين بأنه أكو فساد عالي لكن ما أكو أي محاسبة لأي مسؤول يعني معقولة قليلة الأوراق والإثباتات لكي تدين الفساد الموجود بالعراق أو فاسد معين أو كذا وإحنا من أكثر البلدان فساداً بالعالم باحتراف الجميع علينا أن نعيش عن شيء مهم جداً أن هذه التقريرات التي تصدر من الهيئات الشفافية وغيرها من الهيئات التي نكون لها كل الاحترام يجب أن ننظر ما هي المعايير التي تعتبر فيها الدولة الفاسدة نعم هناك عندما نتكلم مع هذه الجهات وهذه الهيئات نجد بأن هذه الهيئات عندما تضع بأن هذه الدولة مصنفة أقل فساداً أعلى فساداً أو هي متذيلة الترتيب كما هو حال العراق عادة ما التقارير العالمية تشير بأن العراق يتدنى الترتيب الأخير أو عفواً المرتبة الأولى أو الثانية أو قد يكون في الخمسة والأوال من الدول الفاسدة نجد أن هناك معايير العراق لا تتوفر في هذه المعايير منها عند هذه المنظمات تنظر إلى ما هو المستوى التعليمي في أي مرحلة وأي مستوى متصاعد لدى هذه الدولة المستوى الاقتصادي المستوى الأمني المستوى في مراقبة أداء العاملين في المؤسسات الحكومية حقيقة هذه الأربع ملفات قد تكون الأولويات الأولى لهذه المنظمة عندما نجد بأن العراق الوضع الأمني ما يزال هشاً هناك قتل هناك خطب في بعض الأهيان فهذا المعيار قد يكون معيار مسقط حالياً المعيار الاقتصادي نجد بأن العراق امتلك في ما قبل عام 2014 ثروة هائلة ميزانية هائلة ولكن المخرجات لهذه الميزانية خراب ومشاريع متلكئة وهذا مؤشر على أن تلك المشاريع أصابها الفشل المستوى التعليمي هناك مستوى تعليم متدني في العراق مع العلم يقدم مجاناً ولكن مخرجات هذا المستوى التعليم لا ترتقي لمستوى الدول المتقدمة وهذه الملفات حقيقة الأربعة الأولى هي التي تبني عليها المنظمات العالمية معيار الفساد وبالتالي بعبارة بسيطة إذا ما وجدنا بأن التعليم لا يرتقي إلى مستوى وفاشل فبالتالي هذا مؤشر سلفي بأن هذه المؤسسة وهذه المؤسسات التي تعنا في التعليم ينتبه البعض من الفشل في الأداء في سوء الإدارة في عدم أداء المهام بشكل طبيعي وبالتالي العراق ما يزال وأنا أقول لك إذا لم نصحح تلك الملفات وإذا لم نرتقي إلى مستوى على أقل تقدير مستوى بعض الدول المشابهة للعراق وضحها السياسي والاقتصادي لا يمكن أن نخرج من الخمسة الأول بأننا الأعلى تصنيفا في الفساد لكن أستاذ ياسر نحن اليوم حقيقة وزارة الخارجية فرحتنا خبر اليوم بأنهم بدأوا بالخطوات الأولى أنه يرتقون بالجواز العراقي بتصنيفه بما أنه الجواز العراقي هو من أفشل الجوازات الموجودة بالعالم اليوم وزارة الخارجية بدأت تعمل وبدأت خطوات جادة وإن شاء الله هذا ما يطلع بس حاجة مثل هذه البداية إلى وزارة الخارجية أو كذا هذه ما تبشر بشيء مختلف بأنه راح نطلع من المرتبة الأخيرة وأخيرا بشيء معين نعم نحن ندعم هذه الخطوات وهذه الخطوات حقيقة تفرح النفس ولكن يجب أن تكون هذه الخطوات خطوات حقيقية ليس خطوات إعلامية فقط يجب أن تكون هناك العبور بالعراق إلى مصافي الدول المتقدمة في منح الجوازات يحتاج إلى إرادة دبلوماسية كبيرة فيما يتعلق بالجواز العراقي وتذيله المراتب هناك معلومة يجب أن ننتبه عليها الدول العربية بسبب الأوضاع السياسية التي تتشابك فيها والمستمرة في الخمسين المرتبة الأولى حقيقهم يعتبرون بأن من الواحد إلى خمسين تعتبر من مصافي الدول المتقدمة في الجواز لم نجد غير دولة واحدة هي الإمارات العربية المتحدة للأسباب المذكورة بها باعتبارها دولة ذات اقتصاد قوي وأمنيا المعيار الذي تتخذه هذه المنظمات في تصنيف الجوازات هو معيارين المعيار الأول هو معيار الأمن داخل هذه الدولة والمعيار الآخر هو معيار الاقتصاد ثلاثة المعيار الآخر عدد الدول التي تسمح لمواطني هذه الدولة بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة العراق كل ما يملكه 33 دولة فقط تسمح للمواطني العراقي بدخول دون تأشيرة أي فيزة وبالتالي يجب على الوزارة الخارجية أن تزيد من هذا العدد فكلما ازداد هذا العدد سوف يرتفع مستوى التصنيف الجواز العراقي لوصول إلى المراتب متقدمة جدا الله يسمع منك إذن كان معي من بغداد عضو تيار الحكمة السيد ياسر اللامي شكرا جزيلا لك شكرا لك أستاذ إذن فاصل ونواصل إذن مشاهدين الكرام احنا مستمرين بمناقشة الأوضاع الجارية في العراق وينضم إلينا الآن من بغداد المحلل السياسي الأستاذ صباح العقيري أهلا وسهلا بك حياكم الله أستاذ حياك الله أستاذ صباح خليني أبدو ياك اليوم من موضوع المهلة اللي انطتنا إياها أمريكا واللي هي مهلة التخلص من العقوبات الأمريكية اللي هي المفروض تنفرض علينا لأن احنا دعنا نتعاون مع دولة هي معاقبة يعني من الولايات المتحدة الأمريكية مسؤول بالخارجية الأمريكية قال احنا نقدر الموقف العراقي بينما يقدر يعتمد على نفسه حاليا بالكهرباء لكن هذه ثلاثة شهر أخرى حتى يقدر يعتمد على نفسه أنا أسألك هذا السؤال أستاذ صباح هل أنه العراق فعلا رح يقدر يعتمد على نفسه بعد هذه الثلاثة شهر الآن حلينا مشكلتنا مؤقتا رح نعرف نعتمد على نفسنا أو نأخذ لنا مصادر أخرى من الطاقة الكهربائية بدل من ما نأخذها من إيران مما يعرضنا للعقوبات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدي ولي قناة ومتابعي قناة تغيير الفرائي ابتداء العقوبات الأمريكية على إيران هي عقوبات أحادية الجانب وبالتالي صرح السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء بأن العراق غير معني بالعقوبات الأمريكية على إيران ونحن لسنا جزءا من العقوبات الأمريكية على إيران نقطة راسطة وبالتالي اليوم العراق دولة وحكومة مستقلة وبالتالي الإملاءات الأمريكية هي حقيقة تمثل حفاظ على مصالح لا مصالح العراق وبالتالي العراق له الإرادة المستقلة في تحديد مع من يقيم علاقات ومع من يقيم اتفاقيات وبالتالي ثلاثة شهور ستة شهور نحن لسنا ولاية أمريكية حتى تفض الولايات المتحدة الأمريكية عفوا عفوا استاذ صباح وبالتالي هذا حقيقة تعطي إشارات طيب نعم سيد كريم دعني أكمل وبالتالي هذه إملاءات الأمريكية أنا دعي نقشك بالموضوع يعني هي مو قضية إملاءات أمريكية وكذا نحن دعي ننظر على مصلحتنا كعراقيين نحن منا علاقة بدولة أخرى مصلحتنا نعم بالتجارة مع جارتنا إيران 1300 1400 كيلومتر نعم صحيحة هي بس أنت المقصد اليوم أنت الحصة التموينية ضعيفة عندك كهرباء ما عندك بلدك مدمر بالكامل والأمريكي يجي يفرض عليك عقوبات وحصار ويرجعك إلى ما قبل 2003 وكأنه نحن كل شيء ما سوينه يعني فبالتالي اليوم يقول لك يا با مصلحتك كمجتمع دولي خليك أنت بعيد لا تعاقب لا تساعد أمريكا بالعقوبات ولا تعتمد مئة بالمئة وتصير منفذ لإيران هو هذه النظرة يعني فبالتالي نحن نضرر بالأخير بغض النظر مع من الحق إذا إيران أو أمريكا يعني سيد الكريم نحن نتحدث بأسلوب اللي هو يدفعنا أن نتحدث باتجاه الوطنية ومصلحة بلدنا ومصلحة حكومتنا أنت قولة الدمار الدمار من أين جاء الدمار من 2003 لحد 2011 من الفساد والسرقة فبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها النفس بإعادة سيناريو الاحتلال من جديد وسيناريو داعش ودخول المجامع الأرابية واليوم هي تهدد الكتل السياسية بخصوص خروجها أعتقد هذا الاسلوب اسلوب الاستعلائي التي تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وكأن العراق هو ولاية أمريكية لا حكومة ودستور وسيادة وانتخابات وديمقراطية وغيرها من تلك وبالتالي اليوم العراق حقيقة هو يحدد مصلحة مع من يقيم علاقات وأسس العلاقات الخارجية مع كل دول الجيراء العراق اليوم أصبح بعد القضاء على داعش موضع استقداف لكل العالم وبالتالي ليس للولايات المتحدة أن تفرض أن نقيم علاقة مع إيران أو مع السعودية وبالتالي هذه هي ضمن تقييمات الحكومة بوضع أسس لعلاقات خارجية مع دول الجوار ومن حق الحكومة العراقية أن تحافظ على مصالح العراقيين بإقامة علاقات مع إيران أو مع السعودية وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعطي العراق ثلاثة أشهر وكأنه يمهل باتجاه تحديد علاقاته مع إيران والسبب بأنه العراقي يستورد الكهرباء ويستورد الغاز وهو بحاجة لأن يقيم علاقات مع إيران من أجل أن يحافظ على أمداد الطاقة وكذلك أن يكون له علاقات متوازنة مع الحفاظ على المصالح اليوم إيران لم تفرض على العراق أن يتقيم علاقات بل هو العراق هو المستفيد كما إيران مستفيدة مثلما عقدنا اتفاقيات مع الأردن وكان هناك اعتراضات كبيرة حقيقة على العلاقات والاتفاقيات مع الأردن مع المستوى والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأردن اليوم نحن لدينا أزمة اقتصادية وكان يفترض بينه أن نقيم علاقات مع دول مع حفاظ على مصالح العراق وأن تكون هذه العلاقة متوازنة اليوم نحن نعطي للأردن أسعار تفضيلية فيما يخص تصدير النفط اليوم نحن نعفي البضائع الأردنية الداخل للأراضي العراقية بين القمار وشهدنا بأن اليوم هناك منافذ حدودية توقفت بشكل كامل بسبب الدخول البضائع الأردنية للأراضي العراقية فبالتالي اليوم نحن لدينا حكومة ولدينا برلمان سلطة شريعية ورقابية تشرف على أداء الحكومة وتقيم العلاقات مع دول الجوار ودول الأقليم ودول العالم فبالتالي اليوم العراق رجع لمكانته ونحن نريد أن يكون للعراق سيادة متكاملة وأن يكون هناك خروج لكامل القوات الأزنبية وأن لا يكون هناك تدخل بالشأن الداخلي على الولايات المتحدة أن تحترم الحكومة العراقية أن تحترم سيادة العراق أنت المجتمع الدولي مشكلتك معاه أنت وليست فقط أمريكا المجتمع الدولي كل متفق على هذه العقوبات اللي دا تنفرض ودينظرون دا يشوفون العراق بأنه هو البلد الوحيد اللي دا يفتح هذه العلاقات أنا سؤالي هنا الأهم هم شايفين أن العراق بلد غني بلد يقدر يعتمد على نفسه خلال 3 شهر بالحصول على الغاز الطبيعي وبالحصول على الكهرباء وبي كذا اليوم كل السبل متوفرة ورئيس الوزراء رجل اقتصادي ورئيس الجمهورية يعني رجل محنك سياسيا الوزراء الآن اللي موجودين هذه يمكن أكثر حكومة بها استقلالية مقارنة بأي حكومة أخرى بالتالي كل المؤشرات اللي يشوفوها كمجتمع دولي دا يقول لك أنت تقدر تعتمد على نفسك بغض النظر عن الدولة وكذا بالتالي القضية قضية مجتمع دولي مو بس أمريكا أستاذ صباح نعم أجيبك على سؤالك أستاذ فضل أولا قضية العقوبات الأمريكية على إيران هي عقوبات ليست تحت غطاء الأمم المتحدة وأنا أعطيك بأنه أغلب الدول أعلنت عدم التزامها بالعقوبات الأمريكية على إيران وأعطيك مثال الهند تركيا روسيا الصين وباقي الدول وفرنزولا وكذلك العراق فبالتالي لم يكن العرا ثانيا أنت تقول المجتمع الدولي المجتمع الدولي منقسم على نفسه بل حتى حقيقة الاتحاد الأوروبي هو رفض أن يكون جزء من العقوبات الأمريكية على إيران بل هو يقف بالضد ويتقاطع مع الولايات المتحدة الأمريكية برفض الاتفاق النووي خمسة زائد واحد فبالتالي اليوم هذه العقوبات هي عقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وقضية حضرتك طراحت بأنه ثلاثة أشهر أولا كل البنى التحتية المهدمة والأزمات الكبيرة هي بسبب الاحتلال الأمريكي الذي نعاني منه إلى حد هذه اليوم وبالتالي جاءت الولايات المتحدة في بدايتها أن دخلت إلى العراق بذريعة محاربة الكيميائي وقضية السلاح النووي وانكشفت بأنه هي عبارة عن كذبة وبعدها في 2005 يعلن الإبن بوش بأنه نحن جئنا للعراق محتلين واعترف بنفسه نحن جئنا محتلين للعراق وفي التالي الاحتلال لم نجني منه إلا أزمات عملية سياسية عجاء اقتصاد متدنلة بعض الحدود وآخرى التحديات الأمنية التي كانت على لسان ترامب عندما أعلن في حملة الانتخابية بأنه داعش هي صنيعة وكان يقف ويشف عليها الرئيس السابق أوباما ووزيرة الخارجية هنرلي كلينتون وهذا حقيقة موجود في كل الوسائل الإعلام فبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة هدمت الدولة العراقية وهي تريد أن لا يكون هناك دولة وحكومة عراقية قوية وقادرة على مواجهة التحديات والسبب عندما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة العراقية ما تتفق معاك تماما بهذا الكلام يعني أنا سمعت تصريح رئيس جمهورية العراق سمعت تصريح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دائما يقول لك يا با ترى هذول الأمريكان هنا موجودين كمستشارين ماكوا قوات قتالية ما يحشون بالطريقة اللي انت دت تحشي بها حضرتك أو الكثير من العراقيين إنه أمريكا هي وهي وهي بالعكس يعني اليوم حتى أكوع وفد إجي إلى أربيل وإجي إلى بغداد يعني جدت هذه الأنباء مالته ليقولون يا با إحنا بما أنه إحنا مدعوين هنا لازم من الحكومة العراقية لازم تتواجد القوات الأمريكية وذلك حتى نظل منتصرين بشكل دائم وديمومة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي الحكومة بغير طريق عن الكلام الذات تتفضل بإستاذ صباح نعم أنا أطرح لك بشكل واقعي نعم وأولا السيد عادل عبد المهدي هو رئيس الحكومة العراقية وهو صارح بأن لحسنا جزء من العقوبات وهو نفى بأن يكون هناك قواعد أمريكية على الأراضي العراقية ونحن بصدى هناك تكليف ولزنة من قبل مجلس الوزراء لتقييم تواجد تلك القوات من قبل سيد فالح الفياض واضح سيد الكريم ثانيا قضية تواجد القوات الأمريكية والأزنبية أولا وجودها غير ملزم للعراق وهم دخلوا للعراق تحت غطاء التحالف الدولي لمقاتلة داعش وأعلن السيد حيدر العباد القائد عام القوات المسلحة بانتهاء العمليات العسرية والقضاء بشكل كامل على مجاميع داعش هذا الأمر الأمر الآخر هناك بيانات بأن القوات الأمنية والحجر الشعبي لهم القدرة والإمكانية على دهر المجامع الأربية ومواجهة كل التحديات الأمنية منين هذه التقارير والبيانات عفوا لان احنا شو التقارير والبيانات الده تجيني ديقولون الجيش العراقي لا يمتلك الكفاية من الطائرات ما عنده سلاح متطور كفاية يراد لبعض يعني حتى الرئيس الوزراء العراقي فيه اكثر من مرة يعني حتى حيدر العبادي نفس الرجل ما قال يا الله ها هي خلصت شكرا يا الامريكان طلعوا كافعات ما محتاجكم يعني ما تكلموا بهذه الطريقة فبالعاك يقول لك احنا بعدنا محتاجهم نعم سيد الكريم يعني انت تقول لي بان الولايات المتحدة هي اخاجة داعش هي اللي قضت على داعش ام القوات الامنية والشرطة والشرطة الاتحادية لا هو اعترفوا الامريكان والحجز الشعبي العفو استاذ صباح اعترفوا الامريكان قوات الامنية هي من قضت على داعش استاذ صباح هي من دهرت داعش عفوا عفوا استاذ صباح وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الامريكية و لكن هذا يعترفوا و إحنا انتصرنا. السفارة الأمريكية اعترفت أن القوات العراقية والجيش العراقي والعجل الشعبي هم الانتصروا على داعش. أنا ملبية هذا الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت سيد الكريم, اليوم هم القوات الأممية. حذرتك أنت تقول بأن القوات الأمنية والحجل الشعبي انتصت على داعش مع التحديات الكبيرة و السقوط أغلب المحافظات الشمالية والغربية。 فبالتالي اليوم حقيقة بعد القضاء على داعش وانتهى العميلات العسكرية إذا استطيع أن نقيم القوات الأمنية عندما تدواجد مجامع أرهابية في مناطق حدودية نائية وحقيقة تجري عمليات أرهابية هنا وهناك نقول لا بأنها تحديات أمنية سيد الكريم القوات الأمنية والحج الشعبي هم لهم القدرة والكفاءة والتجربة بالقضاء على كل المجامع الأرهابية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى خطر بإنخال ليش إحنا مستقبلهم للأمريكان دائماً 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 الحكومة تقول لك ذول باتفاقية أمنية موجودين والسفارة الأمريكية قالت يا أبا إذا ما تريدونه قلونا هسا نطلع إحنا ما عدنا أي مشكلة بصريحة العبارة قالوها ليش لعداً بقى عليهم إذا إحنا فعلاً ما محتاجهم سيد الكريم هذه القضية هناك آليات قانونية أولاً أنت طرحت قضية الاتفاق لطار الاستراتيجي العراقي الأمريكي نعم الاتفاق لطار الاستراتيجي أعطيك بعض البنود أولاً هناك بنت يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بحماية الحدود العراقية وأمن العراق جيمي هناك اتفاقية من ضمن الاتفاقية هناك بنت يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بتجهيز القوات الأمنية بالأسلحة والعتاد نعم فبالتالي هذين البندين المهمين لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا البندين كذلك أنت طرحت قضية الاطار الاستراتيجي من ضمن بنود الاطار الاستراتيجي هو انهاء الاتفاق متى ما قدم أحد الطرفين طلب خطي بإنهاء هذا الاتفاق جميل أعتقد هذا الذي تفضلت به سوف يكون هناك نقاش واستضافة للسيد القادة العام قوات المسلحة والقادة الأمنيين لتقييم حاجة وجود قوات أمريكية أو أجنبية على الأراضي العراقية جميل نحن نطح لا وجود قوات أمريكية فقط هناك قوات تركية بلجيكية كندية استرالية وغيرها من الجنسيات فبالتالي اليوم بعد القضاء على داعش ونحن مقبلون على مرحلة إعمار لا نحتاج التواجد وعسكرة المجتمع العراقي نحن نحتاج مساعدة الدول كأمريكا وباقي الدول في مساعدة العراق لدخول الشركات الأمريكية وغيرها إلى الأراضي العراقية لإعمار المدن لا وجود جيش وقوات أمريكية وغيرها بالتالي اليوم إذا أراد الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة العراق فعليها أن تساعد العراق في غير مجالات لا مجال العسكري بالإضافة إلى أن تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية أغلب المجتمع العراقي هو يغفر تواجد قوات الأمريكية على الأراضي ونحن لم ننسى سيناريا والصوحة السوداء من أيام الاحتلال كيف عناصر الجيش الأمريكي يقتلون المدنيين بدم بارد ولحد هذه اللحظة لم يحاكموا بالمحاكم الدولية بالتالي اليوم نحن نريد سيادة كاملة وأن يريد عراقا خاليا من الجيوش وأن يكون العراق يرجع إلى مكانته الطبيعية وسيادته الكاملة وأن يكون له القدر على تغيير واقعي دون تدخلات خارجية اليوم نعاني من تدخلات أمريكية بالشأن السياسي وبالشأن الأمني وضحت الفكرة إذن لم يتبقى الكثير من الوقت حقيقة كان مع أمام بغداد المحلل السياسي الأستاذ صباح العقيل شكرا جزيلا لك شكرا لك لذلك مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أنا محدثكم أحمد الأدهم إلى اللقاء اشتركوا في القناة